وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا عَسَنَةً وَفِي الْآفِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكِ قَالَ عَتَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأْكْتُبْ هَا لِلَّذِينَ يَتَّبُونَ وَيُرْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّعْرَى عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبارث ويطار عنهم قصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذرواه ونصرواه واتبعوا النور الذي أنزل معروف أولئك هم المفلعون قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا لَلَّذِي لَوْهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فز عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير قُلْ مَنْ يَرْزُبُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ وَإِنَّا أَوْهِيَاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْفِي طَلَالِهُ